الحقيقة حمد كمان اهتم وحرص مبارح على انه يعمل شكر لجمهير النادي الاهلي ولادارة النادي الاهلي والمسؤول النادي الاهلي على انستجرام شكرا النادي الاهلي شكرا الادارة وشكرا جمهور النادي الاهلي العظيم فخور انه كنت جزء صغير من كيان كبير وعظيم شكرا على حبكم وعلى دعمكم اللي منتهي ربنا واحد الذي يعلم كم كنتوا بموت نفسي عشان بحب الكيان العظيم وجمهوره الكبير بتمنى لكم كل التوفيق دايما واخيرا شكرا لجميع الاجهزة الفنية واللعيبة المحترمة اللي باعتبرهم اكتر من اخواتي بحبكم جدا وبتمنى لكم كل التوفيق فيما هو قادم مع ندينا العظيم ويا رب تفرحوا جمهوره زي ما احنا متعودين ولا نعودة بإذن الله بإذن الله شوف الكلام ده انا بحب الكلام لما يكون من لعي محترم ومقدر مقدر الفترات اللي هو قضاها مقدر النجاحات التي حققها الناس اللي دعمتوا بمهور المساعدة فما يقول لك ولانا عودة يقدر يقولها وباله مرتاح يعني انا دايما بستشهد بما قلتك ان اي واحد بيطلع بتقوله المفتاح معك المفتاح معك يرجع وقت ما تحب بشرط بشرط ايوا ما تعملش حاجة بقى تخليني بقى مكسوف انت راجع عشان تفتح الباب لازم اسمعش عنك كلمة راضية تبقى راجع البيت زي ما تسبته كده حلو وجميل اهلا بك ورجع الناس مرحبة واسمع صوتة منك ولادنا المفاتيح معاهم على طول ده كده مهم جدا ترجمة نانسي قنقر